رقاطنا مع أحمد سعيد يعني لعب النهاردة هدف أكثر من رائع النهاردة بتحرزه هدفين يعني مبروك الأول والنهاردة أنتوا كلعيبة زي ما بقول للمحمد و بقول للكابتن رمضان ما ضغطين نفسيا في بداية الشوت الأول أولا أنت حياتي كابتن محمد الليسي وكابتن شام حانفي وكابتن التابرة حبيد وكابتن في السوديو وبحب أشكرهم على يعني يوم صراحة مدييننا حقينة وزيادة شوية يحنا الحمد لله الفترة اللي فتدي يمكن ماشيين بخطة سابتة يمكن بس الدور التاني يعني زي كابتن رمضان بقالي اللعيبة مجهدة يحنا استهلكنا بشكل كبير جدا انت عارف بتلعب على مركز واحد وبتورة ده مش حكاية سهلة انت شايف المشاط كل ثلاثة يام اللعيبة أول مرة تلعب كل ثلاثة يام ففيه جهات شوية يمكن نهاردة كابتن رمضان قال لك احنا مراحين ستة لعيبة احنا عندنا اربع عيبة يا كفاط عندنا عسام يا جهاد وعندنا محمد عبدالله حكا واحمد العزب يعني الناس شايلين لنا بقالهم فترة طويلة الحمد لله الناس اللعبت النهاردة قدت احنا ممكن في الاول كنا بدين مباراة كويس جدا بنلعب كوريتنا وكويسين جدا لحد الهدف يمكن ضربنا رخمة شوية تعارف اللي بلعب على مركز اول ومجرد ميجي في الجنب وفيها عصبية وتنشانها شوية في اللعب كان دخلنا بينوشتين كابتن رونال اللعبت ايه ده ولعاب الكوريتكو عادي احنا الحمد لله يعني واسكين في نفسينا كنت ادو كده بترأى سالة لا لا هو لازم يتعصب يعني الموقف مش مستحمل صراحي يعني الفري كان تمام من نوعات يعني كنا النهاردة يمكن لو كسبنا كنا خلاص نبقى نصعد داري ممتاز انا حطينا نفسينا في موقف صعب والحمد لله احنا لعيبة كبار وقدرين ان احنا نخرج من الموقف ده ان شاء الله احنا بنحمد ربنا طبعا على ده النهاردة ممكن شوية التانية الناس كلها شافت الاداء عمل ازاي اداء ونتيجة الحمد لله وان شاء الله بنوعد الجماهير دي كلها ورئيس النادي الناس اللي بسندانا على طول ان شاء الله بالفترة الجاية تلت مطشط دول مطشط الصعود بإذن الله وان شاء الله نقدر ناخدهم التلت مطشط بإذن الله ونحقق حلمينا كلنا بإذن الله شاف تراجع في الهزائم ثم تعادلات شاف ده سبب ان انتو فكرتوا في الدور الممتاز خلاص انتو ساعدتوا وكلامنا لا والله انت طبعا انت بتلعب الاخر دي بس يمكن احنا انا زي ما قلتلك الاجهاد والضغط النفس على العيبة في حاس انهم ارتاحوا شوية يمكن الدروب اللي حصل في اي فرة في العالم بيحصل لها دروب بفترة احنا حصل لنا الدروب بفترة أخيرة بنحمد ربنا ان احنا يعني ان شاء الله نرحى ان نلمي نفسينا تاني ان شاء الله بإذن الله النهاردة كانت البداية يمكن بعد تعادلين وخسارة ماتش نقدر النهاردة ان احنا نيكسة بتاني وبنتيجة كبيرة على فرة محترم زفيرة الولمبي ان شاء الله الفترة الجاة تلات ماتشات اللي جايين هما يأكدوا ان شاء الله تفوقنا وان شاء الله نحا حلمينا بإذن الله لسه هو شكرا ربنا احليك لكات لقاءتنا بعد مباراة نادي الولمبي وفريق نادي البلداء اذا نعود الى السوديو وزميل محمد الاستفال شكرا يا عمر شكرا جزيلا عمر مختار مرسلنا في ملعب الولمبي